ده سيدنا النبي علمنا ودي رسالة احنا بنوجها لكل الناس بنوجها لكل الناس مش بس جماهير لعلهم يفقهون الناس الأفاضل الكرام المثقفين المحبين لله ولرسوله احنا رسالتنا رسالة عامة لانه الاسلام رسالة عامة ربنا قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فمن الرسالة العامة بنقول الحكمة زي ما النبي علمنا ضالة المؤمن انا وجدها فهو احق الناس بها يعني الناس العقلاء قلوا الالباب بنقول لهم تعالوا تعالوا نفكر تعالوا نتناقش يسمعوا بعضنا بعضا شوف ازاي الله يرضى عنه الامام الشفعي يا حضرات ترك لنا يعني فقها عظيما و تراثا جميلا و اجتهادا رائعا الامام الشفعي الا انه كان بيقول جملة جميلة قوي كان يقول لرأيي صواب فيما اعتقد انا انا طالع اقول لحضراتكم بعض الافكار اللي بتضور في دماغي فيما اعتقد انها صواب يعني او لو طالعوا لحاجة غلط لا سمع الله فالشفعي بيقول ايه رأيي صواب طيب وبعدين يا شفعي قال يحتملوا الخطأ يحتملوا الخطأ و رأيه غيري خطأ فيما اعتقد انا يحتمل الصواب ده معنى ايه طب نقعد نتناقش نتكلم الحجة بالحجة شوف ازاي والقرآن يا حضرات حتى وجه رسالة لأهل الكتاب شوف لانه الشرع الشريف مش جاي يعاد الناس خالص يعني دين جميل قوي تصالحي مش تصادمي قل يا أهل الكتاب اهو تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا ندور على العوامل المشترك قال لا نعبد إلا الله دي حاجة تزعل حد ولا نشرك به شيئا دي حاجة تزعل حد عائل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني كلنا ولا التسع لا يعني مفيش مخلوق يا عبد مخلوق شفتوا الجمال ولذلك ولذلك خطبة الوداع من أعظم الخطب وهي بمثابة بيان ختامي للأمة وللدنيا كلها كان انت لحظوا ان النبي في كل نداء هو بينادي هو بينبه الناس يعني اسمعوا للجملة اللي جادي يقول أيها الناس طب كان قال أيها المؤمنون ده كانوا بيحجوا معاه طب كان قال إيه حجاج بيت الله الحرام أو بيكلمهم هم طب كان قال أيها المسلمون ليه أيها الناس خطاب للجميع أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد اللي هو آدم كلكم لآدم وآدم من تراب فاحنا في العلام يفقهون عايزين نخش كده في ملف نصحح شوية مفاهيم مغلوطة نسبت إيماننا وعاقدتنا ولو في حد من شبابنا لا سمح الله أفكاره مهزوزة شوية عنده شبهات في دماغه بعض الملحدين بيشككوا ويجيبوا بعض الآيات القرآنية اللي هم مش فاهمينها ويتخيلوا إنها متعرضة يقول لك شفت القرآن المتعرض إزاي أو بعض الأحاديث النبوية الشريفة ويتخيلوا إنه في ظاهرها التعارض وهم مش قادر يفهمها ولا يستوعبها هنمشي وحدة وحدة بدون خناء أنا مش دخلين معركة يعني لعله وهم يفقهون عشان نفهم من أجل نعم الله على العبد إن العبد يفهم عشان كده القرآن قال ليه يعقلون يتفكرون يتدبرون يتذكرون لآية لأولنها فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الألباب أقول أقول يعني كانوا بيدعونا إلى الفهم ودي حاجة ما تزعلش حد أصحاب الفطر النقية السليمة لما تيجي تقوله تعالى نقعد ونفهم خلال تعالوا نفهم